أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والكويت على مختلف الأصعدة بما يمكن ويمكن من تحقيق المصلحة المشتركة جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية الكويت عبدالله اليحية والوفد المرافق له حيث بحث جانبان الأوضاع الإقليمية الرهنة بما في ذلك الحرب في قطاع غزة وما تسببت فيه من حالة عدم الاستقرار في الإقليم وما يحدث من اضطرابات في البحر الأحمر وتأثر إيرادات قناة السويس بهذه الأحداث والأوضاع في السودان